المثاق الأمم المتحدة هو الذي يضمن السلام والأمن وأن تكون التوسيات قابلة للتنفيذ بشكل يحترم العلاقات الدولية ومسألة الثقة مهمة جداً في العلشون الأوروبية ومد الممارسات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية ولمستويات بعيدة في نشاطة العسكرية التابعة للناتو هي مسألة لا بد من معالجتها وبالتالي علينا أن نرى ما يوحدنا وهذا القرار واضح بالأمن المتساوي وحقوق الأمن المتساوية بين مختلف الأطراف وأيضاً ميثاق باريس في 1990 وكذلك قمة التعاون الاقتصادي في 2010 كلها تؤكد على التعاون الدولي وأهمية هذا التعاون في محاربة الإرهاب وتهريب البشر وبالتالي فإن هذه المسائل لا بد من تطبيقها خاصة في المناطق المتأزمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتالي ترك الدول وجيوشها لتتمكن من حل مشكلاتها بمفردها دون تدخل خارجي ولا بد أن لا نسمح بتسوية الحسابات على أراضي خارجية وبالتالي روسيا ستواصل تعزيز التسوية في سوريا عبر الآليات الأممية وبناء الدولة يبد أن يكون وفقاً للمعايير الدولية وتسعى أيضاً روسيا لاستقرار المنطقة في منطقة الخليج نتحدث هنا وأيضاً نسعى لحل وتسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين وفقاً للقرارات الدولية وأيضاً الخطوات الأحادية فيما يتعلق بالاتفاقيات النووية والتقنيات التي تؤثر على الاستقرار الدولي وكذلك النشاطات الفضائية والفضائي الإلكتروني أيضاً فنحن على استعداد لأن ننضم للجميع في بحث مثل هذه المواضيع وخاصة تهديد بانتشار الأوبئة وهنا أود أن أشيد بالدور الصيني في انفتاحها عبر الحملة التي قامت بها في محاربة فيروس الكورونا والدول يمكن أن تتحقق نتائج فقط من خلال التعاون واحترام معايير التعددية ولكن هناك محاولات من دول الغرب تحاول أن تفرد قواعدها وقواعد اللعبة التابعة لها وأهم الأمثلة هو أيضاً يتمثل باستخدام السلاح الكيماوي وأيضاً التساوي بين الدول في عدم تدخلها بالشؤون الداخلية للدول الأخرى ولا بد من احترام المثاق الأمم المتحدة من الدول الأضاء وقيادات المنظمات الدولية الحوكمة الدولية تتطلب آليات مارينا تعزز الجداول للأعمال الإيجابية وفقاً لمعايير الأمم المتحدة كمجموعة العشرين والبريكس وأيضاً اتخاذ خطوات إيجابية لقضايا المتعلقة في منطقة أورو أسيا والرئيس بوتين أطلق مبادرة لتشكيل شراكة أورو أسيوية بين دول القارتين الجملاء الكرام أن روسيا كانت دائماً نصيراً لتلك الشراكة واتخاذ إجراءات ضد الإرهاب والتطرف وتجاوز الإختلافات بشكل إيجابي وعلينا أن نقبل بحقيقة أن هذه هي الطبيعة البشرية إلا أن السلام دائماً يأتي بكلفة عالية السيد ساكروف الذي فاز بجائزة نوبل للعلوم تحدث عن مسألة الاتفاق بين الدبلوماسيين والسياسيين والعلماء وكلنا علينا مسؤولية لحماية السلام وهذا السلوك هو السلوك المسؤول من أجل الحصول على السلطة شكراً لكم